من واشنطن ينضم إيلانا توماس جورج السيان المحلل السياسي سيد توماس وزارة الدفاع الأمريكية تطالب تركيا بوقف عدوانيها وتحذرها من عواقب وخيمة نريد أن أستوضح منك الموقف الأمريكي من هذه العملية العسكرية الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة بعد ثلاثة أيام هناك تناقضات أو تناقضات واضحة وصريحة وذكر أكثر من مرة بهذا الخصوص بمعنى أن هناك كما كيلا أن هناك في البداية كانت دول أخطر للقيام بهذه العملية التركية العسكرية في شمال شرق سوريا وسانيا كان هناك تحذير من عواقب وخيمة كما تكرر أكثر من مرة في اليومين الماضيين ولكن كما نعرف أن هناك انسحاب جزئي أو لا نقول إعادة انتشار الكوات الأمريكية التي كانت تواجدة وأن أمريكا تحديدا وواشنطن تحديدا انسحبت يدها كما هو واضح من تعاملها مع الكوات السورية الكوات الديمقراطية السورية التي أكراد سوريا فبالتالي هناك العملية العسكرية التي تكون بها تركيا واضحة وصريحة هناك تردد أو هناك تراجع أمريكي سبب هذا التردد أو تراجع أو هذه التناقضات ما هي الأسباب من وراء ذلك وهل من مواقف أو حوارات تدور من تحت طاولة أولا بالنسبة لما هي الأسباب لا أحد يعرف أسباب سوى أن الرئيس ترامب بعد أن تحدث مع الرئيس التركي أعطى له الضوء الأخطر أو فلنقول أكثر صراحة لم يمانع أو لم يعترض على ما شرح له الرئيس أردغان ده بالنسبة للأسباب والأسباب معروفة أن هناك نوع من الرغبة التركية الواضحة في إثقامة منطقة عزلة ونقل اللاجئين المتاجدين في تركيا إلى هذه المناطق رغم أنها ستؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان في هذه المنطقة التحديدية أما فيما يتعلق ما يدور تحت الكواليس أو كل هذه الأشياء فقد أشير من قبل أن من هناك ثلاث احتمالات إما كما ذكر الرئيس ترامب في تغرية له بالأمس إما أن يكون هناك عمارية عسكرية يتم القضاء على كل شيء كما قاله أو يكون هناك نوع من المعاقبة لتركيا أو حل السلسة أنهم يتم التواصل إلى نوع من التوافق أو نوع من الوساطة بين الأكراد والأتراك ولكن هذا طبعا أمر مستمع ولكن ليس مستمع أكثر منه قريب من التحقيق التحالف الدولي في سوريا وسبب تواجد القوات الأمريكية في سوريا كان الهدف منه القضاء على عناصر داعش عناصر داعش الآن في سجون تحت مراقبة وحراسة قوات سوريا الديمقراطية أكراد وعرب ألا تخشى أمريكا ودول الأوروبية من فرار عناصر داعش وهذا ما يتم الآن فعليا بالتأكيد هناك تخوف وكذكر أكثر من مرة أكثر من شخص وخصوصا كيادات العسكرية التي تخلت عن منصبها في الفترة الأخيرة كيادات العسكرية الأمريكية التي تعرف المنطقة وتعاملت مع الأكراد وبتحديدا بخصوص هؤلاء الأسرة التي تم أسرهم ووضعهم في سجون تحت أو في معتقلات تحت الحراسة الأكراد سوريا فبالتالي هناك تخوف ولكن كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر ما زال مطروك لغم أن تم الحديث منذ أيام منذ يومين أن هناك اتفاق أو تم تسليم بعض العناصر من هؤلاء الأسرة إلى الكوات الأمريكية وتم نقلهم إلى العراق ذكر في هذا الخصوص خاصة أن الدول الأوروبية تحديدا ترفض استقبال الهاربين منها أو العائدين من سوريا على أساس أنهم أوروبيين أولا وأخيرا أما فيما يتعلق ماذا سيحدث هناك أشيرة من قبل أن هناك احتمال وهذا احتمال ولم يتم حسب هذا الأمر يتم تسليمهم لما يسمى الحراسة التركية في هذه الحالة ولكن هذا أمر مستمع خصوصا كما ذكرت أن أغلبهم سيتم إطلاق صراحهم أو إطلاق صراحهم وهم عشرات الألاف توماس جورجي سيان المحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر